السلام عليكم مساء الخير يقولون النوم يجر النوم هذه مقولة يقولها كثير من الناس لكن لاحظ الآن أن اللي ينام كثير دائم خملان دائم كسلان ما أدي وش القصة يعني ما أدي وش تحصل اللي ينام كثير دائم وده ينام ثاني ودائم كسلان وفي خمول وعدم الحركة فلنسمع من الطباء الآن يقول لازم الإنسان أنه يأخذ كفايته من النوم سبع ساعة والله أظن هذا النظرية اخرطي ما هو صحيح كلام هذا لأن تلاحظ الإنسان الخفيف النوم الآن ما شاء الله حركي اللي متعود على أنه يقوم بدري الصباح مثل ويروح للسوق وكذا وكذا تحصله حركي ما شاء الله عليه وتحصله خفيف دم وكذا لكن كثيرا راح النوم اللي ينام سبع ساعات ثمان ساعات حصلوا كسلان ومالوا خلقي حسي حد وما أدروا كيف لو تحتيه وتمزح معه هاوش تنتيه فمنول الشيبان الله يذكرون بالخير وكانوا حقين برضو هالبادية كانوا ينامون بدريهم صحيح كانوا ينامون بدري بعد العشاء فبس أنه يقوم نصف الليل تقمنا من خمس ساعات ست ساعات أقل من خمس ساعات من خمس ساعات أربع ساعات ونصف ويقوموا في صليل يتهجد أو كذا وهم كانوا خاصة نشيبان المزارع هم اللي كانوا صحيح ونديكي من أول إنهم بسطح صحيح ونديكي يقول يا ديك قبصح وصح الناس كانوا يصوتون وهم بطوح يقول يا ديت سصح وصح الناس ما شاء الله تقوموا وصل الفجر وتقوموا بالمزرعة من الصباح إلى المغرب ما شاء الله عمرهم معاك وعمارهم كبيرة وقالوا ما شاء الله كان من طول 30 متر 20 متر 25 متر ويرقون وزينون وكل شيء يساوون بالمزرعة وحتى حقين شيء من البادية كان يطلع الفجر يرعى ما يجل للظهر والظهر ما يبسا ما هو يرعى ينوم كده يأخذ الغفلة والعاصر ونفس الحكاية وما نام إلا 4 ساعات 5 ساعات طول الليل لكن تحصل اللي نام 7 ساعات 8 ساعات كسلة ما بدوا يتحرك أبدا ودوا تجيب له الأكل تحطه بحجره تجيب له الشاي ولقوا تحطه بحجره فأنا أتوقع أن هذا القمول هذا ناتج عن طبعا الأولين كانوا أكلهم صحي وطبيعي ما اكل Wallace بر كان كلهم أكلهم بر وكان شربهم للماء من الآبار ما كان فيه كيمويات وما كان فيه تحليا وتحليا فالآن يجي يسبب الخمول على ما سيوعنا أنه يسبب وكثرة النوم هذا اللي هو ماء التحليا اللي هو ماء الصحة بالعربي ماء الصحة هذا من أسباب الخمول للجسم من أسباب الخمول للجسم يعني الإنسان لو يعود نفسه يبدأ يشرب نبز بوس حق الحكومة يمكن يكون حق الحكومة موزون التحلية فيها لكن هذا عاليات التحل مسحوب منه كل المعادن ومعادن بس تشرب ما بدون فايدة لكن حق الحكومة يكون موزون يعني المعادن فيه كل شيء فأعتقد أنه هو اللي يعني يفيد الجسم بالنسبة حق الحكومة بس عليك أنك تحط صفاي بل بزوز حق الحكومة وخلاص ويشرب ما منه هو الصحي وعندك مياه الأمطار ولا بار هذا اللي بيجي بالصحة زي ما كانوا يستخدمون الشيبان وما شاء الله عليهم وكانوا يعني صحتهم زينه وكانوا عمره ثمانين سنة تسعين سنة ما شاء الله خمس وثمانين سنة تقوم نشيط الحين حصل الشاب عمره ثلاثين سنة ومدلبح يعني مدلبح يالله تقو يمشي وكسلان ويصب الصلاة يالله يقوم كود يالله بدف حالته حاله كله بسبب هو الغذاء وشرب مياه المياه الصحية اللي حين اعتمدنا عليها بكثرة الآن الناس ما تشرب اللماء صحي فحسبونه يعني مفيد والله هو اللي هد الجسم يعني لا عزيمة لجسم ولا نشاط ولا قوة لجسم اللي هو مياه الصحية إذا بتشرب يشرب مياه زمزم ولا يشرب مالحكومة يحط لك صفاية فقط بدون انه صفاية فقط ينقي الشوائب بس ولا تربة ويشرب مالحكومة تنتبه الصحة والعفو والعافية فنقول الله يرحم شيبان الأوليين ويدي معنا الصحة والعفو والعافية ويشفي مرضى المسلمين أجمعين بتقبل منا ومنكم الصيام ويختمنا شهر رمضان بالقبول تحياتي